السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله ونتوصل معك فيما بعد ونقضع رقم حيشениك للعدي وازناء انها مسكينة مكفوفة وانها مشكلة بالترويض وتنعيش حلوات ضعيفة جدا أنا انشاء الله ہ according to your cousin لو projeto�خرج وسيطاني شكرا لك يا اللي مريم standard حافظك الله ورعك عن سؤالك اللي significa هذا الذي يحدث لك يسمى سلس الريح في مجال الوضوء والطهرة هناك بعض الناس رجال ونساء يقع لهم السلس إما سلس البول أنه يتبول ويشعر بقطرات تخرج منه أو عنده سلس الريح يخرج من ضبره ريح عنده مشكلة في الأمعاء دائما إما يسمع صوت أو يجد ريح هذا يسمى السلس في الأحوال العادية ينتقد الوضوء من وقع لو شاهد الأحوال العادية انتقد وضوءه وعليه أن يعيد النظفة والاستنجاة ثم الوضوء لكي يصلي لكن من عنده هذا الأمر ملازم كي يتنظف كي يتوضى يضع كيدخل الصلاة ويشعر بأنه عنده سلس الريح أو سلس البول فكيرجع انتقد الوضوء وكيعود توضى مرة تانية ويتطخر ثم يدخل في الصلاة فيقع لنفس المشكل هذا حالة مرضية هذا يسمى سلس وعلاج السلس كيف يكون في العبادات قال صلى الله عليه وسلم أنه يتنظف ويتوضأ لكل صلاة لكل صلاة لكل صلاة شعرت بريح خرجت أو سمعت صوتا أو قطر منك بول لا شيء عليك أبدا وهذا أيضا بالنسبة للمرأة اللي عند الاستحابة كي يكون بعض النساء عندهم الحيب تكون ثلاث أيام إلى سبعة إلى خمسة عشر يوما هذا هو الحيب أقصاه أقصى مدته خمسة عشر يوما وأقل مدته ثلاث أيام لكن هناك من عندهم دم مستمر يخرج منهن ماذا عليهن أن يفعل يلتحقن بحكم السلس أنهن يغتسن ثم يتطهرن ثم يتوضن ثم يشددن الوضوء لكل صلاة حتى ولو خرج منها دم أثناء الصلاة لا شيء عليها إنما ذلك عرق انفجر فهذا هو علاجها وأسأل الله تعالى أن يشافي ويعافي ويداوي ويتقبل منا ومنكم جميعا الصلاة وصالح الأعمال آمين آمين يا ربي يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا للغزالة أهلا للشيخ دي النار عشحال هادي وحنا نتصلوا بك شي عامين هادي ولا أكثر يا أكبر حبل لله نحنا كان نتصلوا بك الله يزاجك بالخير وكانت نوسنا بالدعا ديالك وبالكلام ديالك منوصين به دايما دايما ما كيخطانيش الرديو الله يطول عمرك الشريف والله يزيد في المدى يوبسك الدعي معنا الله يزادك بخير ومع ولداتي يا رحمن يا رحيم يا ربي يا كريم الدعي معنا بالشيفة والعفو اللينا والجامع المسلمين يا رحمن يا رحيم دعي مع واحد البنت عندي واحد البنت وولدتها يا رحيم دعي معنا بالشيفة رحنا كنت فاتحة ومازار أسر عليها شوية الحال دعي معنا بالدعا ديالك الله يزادك بخير في العفو ان شاء الله لنا والجامع المسلمين يا ربي يا رب الله يطول عمرك وشكرا ودعي معه ولداتي بزافر ومرضيين ومهديين ودعيني معه بشير ربي يكمل عليه وبخير وعلينا وعلم مسلمين يا ربي أمين أمين يا رب أمين للا أمين يا رب شكرا لك للا الغزالة من إقليم أرفود وخير ما نقوم به في هذه الأيام العشر الأواخر من رمضان هو الاكثار من الدعاء ربنا عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب في هذه الأيام بالضبط هذه الأيام فإني قريب الله قريب من عباده وجيب دعوة الداعي إذا دعان الله يحب سماع دعاء عباده لعل الله تعالى يبتلي المؤمنين بالشدائر ويبتليهم بالمصائب ويبتليهم بالأمراض والأسقام والفقر والحاجة كل هذا يدعونه فإذا لم يدعوه سد عليهم الأبواب سد الأبواب أبواب الخلق ولم يبق إلا بابه وكأنه يريد أن يسوقهم إليه سوقا فالمؤمن من يأنس من نفسه رشدة ويعجل إلى ربه وعجلت إليك ربي لترضى ونكتر من الدعاء هذه الأيام وخير الدعاء ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته أمنا عائشة رضي الله عنها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنها لنالغزال أسأل الله تعالى أولا أن يرحم والديك وزوجك وجميع أمواتك وأموات المسلمين اللهم ارحم جميع أمواتنا يا رب العالمين وأسكنهم فسيح الجنات واجعلهم عندك ضيوفا مكرمين في عرصات الجنات اللهم يا رب العالمين اجعلهم عندك من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحسنون وأسأل الله أن يشافيك ويعافيك ويداويك ويمتعك بالصحة والعافية وتمام العافية وأن يحفظ الأولاد والبنات وأن يجمع شملهم وأن يوحد صفوفهم وأن يرزقكم المولى رزقا حسنا رزقا طيبا رزقا كثيرا وأسأل الله تعالى أن ينور طريقكم ويتقبل منكم العمل الصالح في هذه الأيام المعظمة من صيام وقيام وتلاوة القرآن وبدل وإحسان يا رب تقبل منا وإياكم جميعا هذه الأعمال واجعلنا من عتقاء النيران واجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى بشوار سيدنا محمد النبي العدنان اللهم أمين اللهم أمين يا ربي كريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله بكتور مرحبا للميناء الله يزورك بكتور الحمد لله اللي عبتني لقيت بك الله يزورك بكتور يا ألف مرحبا للا الله يطول عمرك سيطعين شعورك يا دكتور أنا مريضة إياه ما خنوش ما كان تقاعد ما كان يقلبوني ما كان موقف ما كان قعد للأرض لا إله إلا الله وقف يزير علي أن أعطي الفدية أقول لا لا لأنه مقدمة بوانه الله يفرج عليك للميناء الله يشافيك ويعافيك للا الله يشافيك ويعافيك يا رب دكتور من رمضان شهر الرحمة والمغفرة والرضوان وجعل احكامه ميسرة احكام رمضان ميسرة وجعل التكاليف هي في ما فيها لا حرج ولا مشقة ربنا سبحانه وتعالى بارك في هذا الشهر وفي عباده المؤمنين فلا يكلف الله نفسا الا وسعها ربنا لما نزل قوله تعالى في خواتم سورة البقرة قال ربنا لا تواخدنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به كان كل مرة يقول قد فعلت قد فعلت فالله رحيم وبنسبة للمرضى والعجزة في رمضان اباح الله لهم الافطار كمن كان منكم مريضا فعدة من ايام اخر وقال في اي اخرى من كان منكم مرن او او على سفر فعدة ففدية طعام مسكين فالانسان له ان يفعل حسب قدرته الذي عنده مرض يرجى برؤه هذا قال يا ربنا عن سو جل فعدة من ايام اخر هو مريض وافطر في رمضان له ان يفتر وواجب ان يفتر حفاظا على سلامة صحته فلما ينقض رمضان يقضي فعدة من ايام اخرى اما الذي عنده مرض لا يرجى برؤه مرض عضال ومرض ملازم له فهذا عليه الفدية والفدية طعام مسكين من اوسط ما تطعمون اهليكم على رأيه الحنفية اما على رأيه الملكية فهو مقدر صاعم او نصف صاعم يعني مقدر عشر الدراهم الى خمسة عشر درهما فاذا كان الانسان فقير هو اصلا فقير الحالة للاغتنامين من سيدسوين هي اصلا فقيرة معدمة وتعيش من اعطية الناس ما هي فديتها فديتها هي الاستغفار والذكر هذا هو فدية الفقير فدية المحتاج هو انه يكثر من الاستغفار والتسبيح والذكر فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا استغفار وتسبيح وذكر وربنا يتقبل منك ويقضي عنك هذا الدين اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحم الوالد ويجعله في فسيح جنات وان يجعله ضيفا مكرما عنده في الفردوس الاعلى وان يشافي الوالدة ويطين عمرها ويرزقها رزقا حسنا واسأل الله ان يشافيك للمينة الله يشافيك ويعفيك ودويك فالانسان اذا كان مريض ربنا اعطاه هذه النعمة نعمة انه يفتر ويفدي او يصر فيما بعد اما السليم فقال وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون وقال صوموا تصحوا لان الصيام هو قوة للبدن بالنسبة للاصحاء لكن المرضى ربنا عافى عنا وعندهم اجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله